أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان متانة العلاقات السودانية المصرية معضحة أنها ضاربة بجذارها في عمق التاريخ وذات خصوصية وخلال لقائه بوفد المجتمع المدني المصري برئاسة السفير محمد العرابي وبحضور السفير المصري بالخرطوم حسام عيسى أشهد برهان بمواقف مصر الدعيمة للسودان في المحافل الإقليمية والدولية كما قدم البرهان شرحا للوفد المصري حول الأوضاع الرهنة والجهود المبذولة لإنجاح الفترة الانتقالية وبدوره أوضح السفير محمد العرابي أن اللقاء كان مثمرا وإيجابيا وقد تم فيه الاطلاع على تطورات الأوضاع في السودان معربا عن أمله في أن يشهد السودان مرحلة جديدة من الوفاق